وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 477 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 109 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلع على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 62 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السهر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 47 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 718 قضية من بينها 94 قضية خبز ناقص للوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 27 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 271 طن ترجمة نانسي قنقر